ترجمة نانسي قنقر كويس إن كنت يرسل حفظ الدرس ها طبعا عشان اللي بديكزب ما يستهيش يرش بالسين ايه بالزبط كده يا حبيبسي لو طلعت بتجذيب بقى هقطها هلسلك من الآخر الوخو والحلمك هاعمل عليهم كابسات مفاجأة لو لقيتهم قرب منها قوي ولا لحظينها ولا حاجة هتربق الدنيا حالك بحق يكون معهم محبش حدي يقرطصني أبدا نعرف يا ماما خلاص؟ محطة العشاء؟ هموت نجوع ما كانتش لي في الميدان يا حبيبسي؟ مهم بيوزعوا عليكم إنك واجبات ما شوية عرف لو الثورة دي فشلت؟ شعب كله هو اللي هتشوي والبرطاني تقول إيه؟ والحيب شعر ده؟ شين الأكل ده؟ يفرش الجرانين تحته اللي حسن يوسخهم بالمطرج زي ما عملوا المعطيع بطراك المرانة اللي فاتت لا حاضر تروح بيته زي؟ دي مخاطرة ملهاش أي لازمة وبعدين مونة كده ممكن تزعل منك انت مش تفقت معاها ما تعملش حاجة من غير ما تقولها؟ رجي يا فهميني مونة عمرها ما هتحس بلانا وانت حسين بيه أنا متأكد إن هيك أنا بتحب أحمد بس عمرها ما هتحبه قد أخوه مراته عشان كده كل خطوة عايزانا نمشيها قانوني وشرعي وسلمية سلمية وجولها جايز ده واللي زي هيسم مش هينفع معاك كلام ده خالص أيها بس حكاية سلمية دي مش حقصة خالص أنا كنت فاكرة كده زمان أنا وأحمد وشباب كتير معانا بس الصورة غيرت تفكيرنا كلنا أنا معايا فيديو كنت صورته الأحمد الله يرحمه ليلا تستشهاده كان بيتكلم فيه عالموضوع ده تحديدا عايزة دهولك تشوفه وضع إن انت فنتيني غلط أنا ما بكلمش عالصورة بشكل عام أنا بكلم على هيسم ولي زيه هيسم ده ما عرفش هو اللغة القوة والقانون مش هجيب معايا حاجة طب هنعمل إيه يعني؟ هنختاله؟ مش لما نوصل له الأول الموضوع مش سهل قوي كده مين قالك إن واحد زي هيسم ده مش عامل حسابه كويس جداً ومأمن نفسه وحطت حراسة تحت بيته وأول ما نروح له هيبقى فخ عشان يقبض عليك ده زي كان قاعد في بيته أصلا أكيد هيسم بعد ما الصورة قامت خد مراته وعاله وقاعد في حتة تانية خالص خصوصاً بعد ما عارف إن أنا هربته وإن أحمل استوش ده الله يرحمه يوا يكوني فاكراً أنا عايزة أمدنام على هودانه ده مصح صح مصح صح أيوي كمان طيب يبقى تروح له بنفسك ليه؟ ادينا الزرف اللي إنت عايزه يوصل له وأنا هو أديه لأ أنا عايزه يعرف إن أنا بدور عليه بنفسي هو أكيد عارف إن أنا هوصل له عن طريق مش محتاجه فقاقة يعني أنا عايزه يستفز ويخرج من الجوحر اللي هو مستخب في ده وبالطريقة دي أقدر لمسك عليه أي غلطة وبعدين مش أحسن ما أنا قاعك كده حط إيه على خد دي مستني النظام يسقط اللي هو في المش مش يعني ده لسه متشأن أصدق وقعي صدق إن أنا ما شفتش هيسندل حد النهاردة أو صحيح أنا أنت جمي تحقق معك وانت متغمي أنا آسف في السؤال ما عندكيش أي صور ليه؟ السؤال يستحق الأسف فعلاً طبعاً ما عنديش بس أشام الأخوي عنده صور كتير ليهوا مع بعض أجيب لك واحدة حاضر دي حاجة حاجة تانية عايزك تساعديني إن أجيب حدة سلاح سلاح؟ ليه؟ هو إيه اللي ليه يا راكل؟ عايزين أترد واحد زي هايسن بإدها فاضية بص بقى أنا معاك إنك ما تقعدش تستنى إزاي ممكن نوصل له بقانون إنك الموضوع ما يوصلش لدرجة السلاح يعني تيالا العيشة جاهز الله أكبر إيه خضيتك أنا أسفة أنا أسفة قوي إن قطعت عليكم خيلوتكم بس العيشة جاهز وقلت يعني تاكلوا بسرعة عشان البنتين هيجوا يشرفوني في قطي من نمو معي ولد عندك معنى؟ لا لا أبداً أنا أساساً ما بعرفش أنام غير لوحدة أطانت معقول أطانت كل ده أكل تعبناكي والله مش ممكن كل الأكل ده مفيش لموم أخليه ولا إيه أنتش هنبسان إيهكم خارب البلد وناهب البلد والمكرمين اللي خادوا الفلوس وهربوا كلهم الحسن اقو عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه الهوالنبي اللاحسان الواحد رجليه ده بتنقل لابنا المهببة دي ما تشوفو لنا حدا تفتح النفس على الأكل ما تستنى يا بابا بنشوف أخبار بلد إيه البلد خربت بس خلاص قادي موجز الأخبار حلتمك عايز إيه تاني يعني هيا كانت معدولة قبل كده يا بابا ما ان شاء الله تتعدل واحدة واحدة انت بترد علي لا أنا ما بردش أنا بقول رأيي حد طلب منك رأيك إيه إيه شرين عيب عيبا يصحش هو إيه اللي عيب يما أنا قلت حاجة غلط أنا بقول رأيه بس شفتي قادي اللي عملته الصورة قلت الأدب لا أرا حمك الكلام ده مش عندي مفيش حدي هنا في البيت ده ليه رأيه غيري لا طبعا ما انفعش يا بابا من حق أنا قومي نقول اللي إحنا عينزينه طالما بنتكلم بالزوء والأدب والإحترام لا خلاص خلاص يا أخوي ما تقصدش يا بيت يشتري نفسك أصلا منفعل شوية اللي شافته في التلفزيون هادي اللي عملته الأعدب بيت عبد الناصر والراغي مع امراته وعياله بوازوا أخلاق البنت يا عزانة فكارك لا يا بابا لا عم عبد الناصر اللي دعوا بالكلام ده ولا حتى محمود كل الحكاية بعد ما فيه ناس استشهدت وناس تصابت وناس خرجت من بيوتها علشان تضحي بحياتها إحنا لازم ما نبضلش زي الأول زي ما هوم ما خرجوا عشان نغيروا حال البلد إحنا كمان لازم نتغير هنتغير نعمل ايه يعني؟ شايفانا بنلعب بالفلوس لعبة زي الحرامية الكبار انطقل الله ما تهدي شوية يا هاخلي نفهم من الأول إيه تقصد إيه؟ يما أنا كل اللي أقصده إن إحنا ما نفعش نقعد نتفرج عليهم وكأن البلد مش بلدنا إحنا ما نفعش نقعد نتفرج على البرامج اللي بيطلعوا فيها ناس ضد الثورة يشتموا فيهم ونصدقهم إحنا بس عايزين نصدقهم علشان مش قادرين نعمل زيهم وننزل ونغير معاهم هنعمل ايه يعني؟ يا البلد عملت لنا إيه من أساسه؟ لأ بقى ما عندكش حق في الكلام ده ده بلدنا حلوة ومش بدلش منها أي حاجة وحشة ولا حاجة كويسة حد احنا عايشين وخلاص لأ يابا،فيش حاجة سماحنا عايشين وخلاص منفعش تقول كده لو إنت مش قادر تنزل معاهم وتساعدهم يبقى تساعدهم بجيط طريقة تانية هممم عاوزي تعملي زي العيال اللي بلملموا البطاطين والأدوية ويروح يدوها للعيال اللي قاعدين في المهدين عشان يفضلوا قاعدين في المهدين والبلد تتخرب أكثر مها خربانا وماله يا خويا ما احنا عدنا بطاطين نياما والدولاب مليان أدوية قادي كده تاخد منهم شوية وتدهولهم يا أموما يا أموما الحكاية مش حكاية أدوية ولا بطاطين هم أصلا مش مستنين مننا حاجة كل الحكاية ان احنا منفعش نوع تتفرج عليهم وخلاص يا بنا احمد بعد ما استشرت حلفت ان انا مش هرجع زي زمان عبيطة ومش فهم اي حاجة ولا حتى داريانة باللي بيحصل حواليه انا قلت هاسأل في كل كبيرة وصغيرة وهفهم مش كل حاجة هاخدها من البرامج الكتب دي واي برنامج بيطلعوا فيه الناس بتشتم في الثورة والصوار هتصل واقول ان انتو كذبين ولا اللي هتفع الفاتورة انا لا انت دايما كده تحبيتها على طول بتقولك عشي خاطر احمد الله يرحم اتكلم يا بنتي على راحتك وانا اللي هتفع الفاتورة انا عم وغم هالصورة قال حريزنك يا ام هو فيه ايه هم مالهم اتبخ ولا ولا هم مجوز شبخ هناك ماما في شي يا هببتح انا قويس المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة موسيقى 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 ايه؟ موسيقى بقولك مدهيق لي كده لما دخلت عليك انت 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 تسنادك المسلاحة تقول تكلم عن ايه؟ مجيت سلاحة ترميزة يعني يا مرح اخر بيتقالش كالرخيص ملحبك هتقول تكلم عن سلاحة ايه؟ موسيقى 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 أه... أصبع لك يا مام وانتي من قهل اه... فعلي ما نعيش مزاد باقي يا ديك بتبتر فيش تكسبي مصابه مطالب للمراتش نزرف تكسبي يا مام أصبعنا من أسبوع لو كنت سمعت حد من العيال دي بيقول كلمة سلمية كان سمع مين كلامها بيحقوي بس فعلاً النهاردة بقيت مكتنع عن سلمية السورة دي أهم سلاح عندنا لأن لو كانت سورة مسلحة كان النظام دي نسافها في كم ساعة أيوة بس ما تنساش النعم السلمية أوي ما فيه إقسام ونعته والحزب الوطني ونع هو كمان لا طبعاً يا خفيف أي إقسارة بيحصل فيها الكلام دي في أي حدة في العالم أيوة بس حكاية الإقسام دي فيها كلام كتير وعمرك ما هتعرف الحقيقة غير بعد ما يسقط النظام مين اللي فتح سجون وتخشبات الإقسام؟ مين اللي سحب الشرطة فجأة من الشوارع؟ مين اللي كان مستني كلمة أنا أو الفوضى عشان يخرب البلد كلها؟ ومع ذلك الشعب المصر تصرف بذكاء وعبقرية في الظروف دي ده في ثواني عمل لجان شعبية حما بيها نفسه بس على فكرة موضوع حرق الإقسام ده مش بالضرورة يكون وراء مخطط الناس ما خرجتش تحرق وزارة الدخلية ولا وزارة الخارجية ولا وزارة المالية دول حرق إقسام الشرطة وحرق الحزب الوطني إلا أماكن اللي هما كانوا بيتبهدلوا وفتهانوا فيها كراماتهم طول عمرهم وده بيوصل رسالة مهمة جداً إن الشعب شايف إن المكانين دهوا لازم يتطهروا ولو ما حصلش كده كأن مفيش أي حاجة حصل معاك حق وكمان لو شفنا الخراب اللي حصل في البلد وقررناه مش هقولك بأي ثورة تانية لا لو الكهرباء قطعت في أمريكا ولا كندا ولا حاجة ده دليل إن الشعب ضعب قري كان معكم أحمد السلمي عبد الناصر سابقاً اللي كان بيؤمن من أسبوع واحد بس إن البلد دي عشان تتغير لازم نولع فيها أحية وكل اللي فيها أنا هنزل لك الفيديو ده بكرة على اليوتيوب وكتب عنوان الفيديو الذي هزى الملايين وأبكى كل من شاهده أم مقطع مؤسر أحمد مش هكفل فكرة أبكك يفلي يفلي يلا يا جمع أنا أغنى ولا حاجة يلا أغنى حاجة لحنا Delta للأسحاب وحد عشر باب غير السرديد وانحور البيب والبعرة والندي المترجم للقناة 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 طب هو أعرف عنه المترجم للقناة وكل قناة المترجم للقناة أبضع ما هو لازم نتقوت عشان طاعت ربنا مترجم للقناة أعرف عنه 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 أعرف عنه